الساعة الخير في الفيديو ده هنتكلم عن البوب أب بار ازاي لما ندوس على البوتون ده يظهر لنا البوب أب دي او اوكي راحت جد راحت جد ايه هي البوب أب ازاي نتعامل معاها يلا نروح للفيديو اوكي انا هبدأ دلوقتي ارسم شكل البوب أب اللي هيظهر لي على الشاشة لما ادوس على البوتون وارجع بصورة اوكي كده خلصت البوب أب بتاعي ومفروض ان هو دلوقتي راس معادية جدا ليش موجودة على اي ارتبورد ملهاش اي باكجراوند لكن المشكلة انه لازم يكون ديها ارتبورد فانا هرسل ارتبورد بشكل عادي جدا يكون على قد مساحة البوب أب كله كده تمام وخليني مثلا اجيب البوب أب اخليك في النص بالشكل دا وهسميها مثلا بوب عايفين أب اوكي ايه المفروض ان احنا نعمله عادي جدا ان احنا متعودين ان احنا لو هندوس على البوتون يودينا في اي صفح دلوقتي خليني ابتدي ارسل البوتون بشكل عادي جدا ايه دي هيكون البوتون بالشكل دا وهشيل دا وهخلي لونه مثلا يكون فاتح كده وهاجيب التكست واكتب او مور كارز خليني اكبرها كده واعمل لهم اللاين خليني امسع البوتون دا من هنا كده وهجمع الاتنين دول كده وارفعهم مثلا اجيبه في الصفحة دي وخليني ممكن اصغره اه شوية كده واعمل له انلاين وكليك كمين وميك كومبوننت وتعالى نروح للبروتو تايب ونقول له البوتون دا كليك وبالدفولت المفروض ان هو هيجيبه لي او توانيميت انا او عايز اه تاب عليه عادي جدا و او توانيميت و او برلي والدستينيشن بتاعته تكون البوب اوب اوكي البوب اوب فهو انا لما هدوس هنا هيوديني على الارت بورد دي طيب هيجيبها فين؟ في المكان الاخضر في المربع الاخضر دوت اوكي طيب المربع الاخضر دوت معناه انه دا البوزيشن او المكان بالزبط بتاع البوب اوب ديت في الصفحة كلها اوكي خلينا الاول نعمل test preview اوكي دا احنا وقفنا في مكان غلوب طيب خليني انقل البوتون دا اوديه ام هنا اوكي في المكان دا دا بيقول لي انه البوتون دوت لما هدوس عليه هيظهر لي الارت بورد دي في المساحة المربع اللي هي لونها اخضر دا اوكي اوكي لو انا حركتها كده بص هي تظهر هنا لو حركتها هنا هي تظهر هنا فانت هتبتت تشوف تحدد انت عايز البوب اوب دوت يظهر كده اوكي طيب خلينا نبتدي ان احنا نعمله مثلا اناين كده بالشكل دا يكون في نص الارت بورد وتعالى نعمل test preview ونزلت تحت لقيت الموركر طبعا يعني الدنيا كلها ركبة على بعض بس ايه ايش طيب احنا نجرب بالشكل دا اوكي صهرت بالشكل دا اوكي طيب اقدر اعمل ايه انا اقدر اصلا ان انا اخلي البوب اوب الارت بورد نفسها تكون كده وخليني عن الدول في النص ويممكن اجيب مستطيل كده وارجع وراء واشيل بوردر بتاعه وخليه كده ويكون transparent مستطيل وتعالى نجرب هاقف هنا وارجل preview وانزل تحت هلاقي الموركارز دي المفروض بقى ان انا ابتدي ااخد بالي منها ان انا هاقف هنا وارجل البروتوتيب وهاشوف البروتوتيب دا هيبقى ظاهر فيني بص هو داخل او معد دي على النافجيشن بار اوكي المرة اللي فاتت كان في النص لان انسحت وكانت صغيرة فهبتدي دلوقتي انا هطلعه مثلا لحد هنا بحيث ان هو يكون مبين لي النافجيشن بار وممكن كمان يكون مبين لي السناك بار خليني ارجع عامل تست ثاني بالشكل دا وارجل البروتوتيب باقي الشكل دا مع اكس من هنا ويبتدي يختفي كده اكس يبتدي يختفي طبعا في الحالة ديت ال اكس دي ممكن نخليها ديزاين تعالى ناخد ال اكس دي نطلعها مسلا بفوق هنا او نخلي كل دا يكون كده وهي اصغر كده وهي اصغر كده وهي اصغر كده وهي اصغر كده وهي ال اكس دا وهي اصغر كده وهي اصغر كده وهي اصغر كده واروحل البروتوتيب واتأكد مكانها هيكون فين في الارت بورد الاصلية خليني اصغرها مسلا في النص كده وتعالى نعمل ننزل تحت وكارز بدأت تظهر معايا بالشكل ده كان بخصوص ال POP UP OVERLAY ممكن نعمله على الشكل دا ولتطبيق تاني هنشوفه مع بعض في الفيديو اللي جاي